ذاك فوز بثقة للفيل الجمهوري لن يسمع عدويه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بل في العالم بأسره دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الثانية لن يكون حزبه قائداً للبلاد فقط هذه المرة بل للكونغرس أيضاً وبغالبية جمهورية يبدو حابساً للأنفاس فوزه حتى وهو يطمئن بأنه سينهي الحروب لا يبتديها إنه بقدر وعوده أن يوحد بين الأمريكيين يخشى أن يفرق بين غيرهم هذا أول مهنئيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يصف عودة ترامب إلى البيت الأبيض بالتاريخية إنها تمنح الولايات المتحدة الأمريكية بداية جديدة وتجدد معها الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا بنظر نتنياهو وزراؤه يدعون أن يحفظ الله رئيس أمريكا السابع والأربعين إن دعمه لإسرائيل لا يشبه غيره من الرؤساء فهو يرى أن مساحة إسرائيل الحالية أصغر مما تستحقه إن في ذلك نية مبيتة لتوسعها أكثر حتى وإن قفز على وعد إنهاء الحرب في المنطقة بنظر مقدرين يعود ترامب رئيسا ومعه غالبية جمهورية في الكونغرس بواحد وخمسين مقعدا من أصل مئة لن يعجز في الجلوس حيثما أراد لإرساء قوانين داخلية ولا في رسم سياسات خارجية في تلك السياسات حرب طاحنة في المنطقة تعد شهور سنتها الثانية في غزة وشهورها الأولى في لبنان لا يريد ترامب أن تستمر تلك الحروب لكنه قد لا يستطيع كبح جمحة نتنياه فيها وقد جند لها وزير حرب أشد تطرف إسرائيل كاتس وعد ترامب بإنهاء الحروب قد يتأخر تنفيذه وقد باتت الحرب منذ فترة مفتوحة بين تل أبيب وطهران من فضل الخروج عن الاتفاق النووي المثبت بين الدول العظمى وإيران قبل سنوات لا يمكنه أن يحرص على سلامتها وهي تتجرأ على رشقة تل أبيب بصواريخها وتهدد أمن إسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة ترامب المراقب للمنطقة طيلة سنوات أربع سيرسم اليوم على وجهها ما سرجله من إخفاقات لمنافسيه إن في عودته تأسيساً لمرحلة جديدة في عالم السياسة لا تعني بالضرورة تدارك أخطاء سابقين